ازايكم عاملين ايه? يا رب اكونوا بخير. الفيديو عن الابراج الاكتر حظ في شهر فبراير. طبعا يعني احنا بنتفائل عشان بس يكون مواضح بالفيديوهات دي. انا طبعا الغيب ده ما حدش ادعوه في غير ربنا. وفي الاول في الاخر لازم تعرف وتعرفي ان حياتك انت اللي بتحركها بفكرك وبمجهودك. يعني مش الابراج هي اللي هتحدد. بس خلينا ان احنا نتفق ان احنا بنتفائل. تمام? حبيت برضه اقولي الكلام ده في اول الفيديو. يلا بينا ابدأ باول برج هم اربع ابراج. وخليني ابدأ باول برج الاكتر حظ في شهر فبراير. اول برج هو برج الجوزاء. برج الجوزاء المفروض انه هيكون محظوظ الشهر ده في حتة المهنية. هيقدر يحقق نجاح مهني. كويس خلال الشهر. ده غير كمان الحلو ان فيه كتير بدون عمل من موليب برج الجوزاء. المفروض انهم هيتم توظيفهم خلال شهر فبراير. وكمان في اماكن مقبولة جدا. يعني ما اماكن تعتبر كويسة بالنسبة لهم ومناسبة بالنسبة لهم. ده بالنسبة لبرج الجوزاء. البرج بقى التاني. البرج التاني هو برج الميزان. وانا اتمنى ده البرج الميزان. انا اتمنى لكل الابراج طبعا يعني. بس مما اني برج الميزان ودائما برج الميزان العملية نشفة معها شوية. يعني معقدة الى حد معالح حقيقة آآ نسبيا. آآ فا يعني المفروض ان البرج الميزان من الابراج اللي هكون محظوظة. محظوظة في ايه بقى محظوظة مهنيا بمعنى ان فيه ترقيات لمواليد برج الميزان وكمان تحقيق مكاسب مادية كويسة خلال الشهر. اه دي من الحاجات الكويسة اتمنى لينا يعني وللجميع. ادخل بقى على برج رقم تلاتة. برج رقم تلاتة هو برج الاسد. هيكون موفق في ناحية الاجتماعيات. بمعنى ايه? بمعنى ان مواليد برج الاسد هيقابلوا شخصيات المفروض انها مناسبة ليهم وشخصيات مميزة في علاقات عموما. ودي على فكرة برضو بتبقى من الحاجات كويسة. يعني حضرتك وحضرتك لو عندك شخصية عرفتها كانت الشخصية دي كويسة فانت كسبان لا محالة. كسبان لاني مش شخصيات التمام والكويسة ما بقتش كتير في الزمن ده. فدي حاجة برضو تعتبر فعلا حاجة كويسة. الشخص الكويس اللي بنعرفه بنقدر في وقت من الاوقات لما نميل او نحتاج لحد اه نتكلم معاه او ناخد رأيه بنلاقيه دايما سند لينا بعد ربنا. خليني بقى ادخل على الرابع برج واخر برج. وهو برج الدلو. برج الدلو برضو من الابراج اللي هتكون محظوظة من ناحية الاجتماعية خصوصا عاطفية. يعني في حتة الارتباط. وده من الشخصيات اللي هيقابلها. المفروض ان موالي برج الدلو هيقابله شخصيات محترمة جدا. شخصيات كمان بطبع طيب. ده المفروض طبعا. آآ فده برضو انا شايف ان ده برضو من الحظوظة حلوة جدا. يعني محدش يستهون ويقول مسلا ان ايه الحظ كان يبقى مادي افضل. الحاجة اللي تيجي كويسة احسن من الحاجة اللي تيجي مش كويسة. فده رأي الشخصي. آآ ولكن اللي عايز اقوله بخصوص برج الدلو اللي قريته ان الشخصيات دي هتكون ناحية العاطفية. يعني جاية ناحية الارتباط. اجتماعيات قد ما هي شخصيات هيرتبطوا بيها آآ موالي برج الدلو. ارتباط عاطفي يعني سواء جوى الصالونات حب ايا كان. لكن هيكون فيه اجتماعيات بس النسبة الاكتر مكتوبة ان هي عاطفيا اكتر. آآ عايز اقول بقى حاجة آآ في اخر الفيديو يعني. آآ سدقوني الحظوظ والحاجات دي اه موجودة. طبعا كل واحد ممكن يبقى له حظ في ناس ليه حظ كويس في ناس ليه حظ يعني مش لطيف. ولكن اللي انا عايز اقول في الاول في الاخر حياتنا احنا اللي بنحركها. يعني ايه? يعني كان فيه كتاب آآ آآ قريت فيه جملة معلمة معايا جدا. بيقول لك وضعك الحالي هو نتيجة افكارك ومعتقداتك. وانا ربطتها بحاجة تانية وهي سلوكك. سلوكك كمان مهم جدا. آآ لما بتاع لما بنكون فيه اجتماعيات يعني بناسبة الاجتماعيات وحظوظ الاجتماعيات. شخصيات في حياتنا سيئة بتضغط نفسيا. والضغط النفسي ده ممكن يخلينا نرجع الورا. وممكن يكون سبب في طاقة سلبية. احباط وشعور بالآآ دايما بان الواحد آآ ما اريف في حياته بسبب شخصيات معاناة في حياته. ودي الشخصيات اللي انا دايما بقول لازم يتعامل معاها مسافة. ولكن الشخصيات اللي دايما بتشجعنا الشخصيات اللي بتحب لنا الخير وحطه تحت بتحب لنا الخير دي خطوط كتير جدا. آآ الشخصية اللي تحب لك الخير وتفرح لك من قلبها اوعى تضحي بيها او اوعي تضحي بيها. لان دي فعلا مش شخصية هتلاقيها كتير. ده بالنسبة لاجتماعيات. الماديات طبعا ما اقول لكوش بقى يعني الحظ المادي طبعا ده اكيد بيفرح جدا اي حد طبعا يعني. دي مش محتاجة اي اوالة. ولكن اللي انا برضو عايز ارجع له ان دايما حياتنا متوقفة علينا. متوقفة بعض ربنا علينا. مجهودك. تفكيرك. تفكيرك. شخصيتك. كل دي حاجات كتير لازم تعيد ترتيباتك فيها. عشان حياتك تتغير. والافضل والافضل الواحد دايما يحاسب نفسه ويعترف بعيوبه عشان يقدر يغيرها. ساعتها الحياة ممكن تتغير والحظ برضو يجي. فدي الجملتين اللي كنت عايز اقولهم في النهاية بالمنطق وبالعقل يعني يا دردش معاكو فيها بعيد عن الحصوص والفلك. ربنا يخلي شهر يعني يكون بالخير والسلام لان دي برضو من الحاجات كويسة. الشهر اللي لما يعدي علينا بخير وسلام وصحة. انا بشوف ان دي برضو ده بيكون حظ كويس جدا. آآ حاجة تانية. الشهر اللي انت تتعلم في حاجة جديدة وتتعلمني في حاجة جديدة. ده برضو آآ بيعتبر فايدة كبيرة دخلت لك او ناتج ايجابي كويس. فيارب يكون شهر بالخير على الجميع. على اتناشر برج مش الابراج اللي تقالت في الفيديو بس. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم ما تنخلوش عليا بلايك وتشكلوا ليكم. السلام.